نقرأ الصحف و نقرأ أفكار ضيفنا الدكتور مجدي سعيد أهلا بكم دكتور أهلا بي و قد عملت بضعة سنين في مجلة نيتشر المهمة العلمية نعم و نحن في هذا الوباء نسأل ما هي سيناريوهات الخلاص في ظن أن السيناريوهات ستكون طويلة يعني ظن لن نصل إلى حل طبي ناجع و مجرب و يعني طبقت عليه إجراءات اعتماد أدوية جديدة أو أمصال جديدة إلا ربما في أقل التقدير على نهاية العام يعني لأنها طبعا اعتماد أي دواء يأخذ سنين طويلة من البحث المعملي التجريب على الحيوانات التجارب ثم التجريب على متطوعين يعني طبعا في ظل هذه الطوارئ التي نحن فيها ربما يعني يتم تسريع الفترات يعني تقليل الفترات الزمنية بين كل خطوة والتي تليها في إطار كمان سباق ما بين الشركات الأدوية و ما بين الحكومات المختلفة للفاوز بالحصيلة الاقتصادية التي سينتج عنها انتاج دواء سيناريو المصل أو الدواء نعم لكن الصين أوقفت تقدم المرض بدون أن يوجد الدواء يعني كان هذا التوقف لبعض الأيام ولكن يعني أنا أتابع يوميا الأرقام بدأت الأرقام منذ أمس أو أول أمس مساءً بدأت تعود مرة أخرى للزيادة حالات والوفيات يعني صحيح ليس كما كانت في بداية الأزمة ولكن لازال هناك حالات يعني جديدة مؤكدة ولازالت هناك وفيات جديدة في الصين ربما أقل طبعا بكثير من بدايتها الآن ربما دول أخرى هي التي يعني تسبق في مسألة الزيادة يعني كالولايات المتحدة كألمانيا طبعا إيطاليا وأسبانيا نعم يعني الصين لم تقضي تماما على المرض ربما هي حصرت الموجة الأولى من الوباء فلا نطمئنه نعم لأنه يعني يقال حتى لو لو الحكومات بالإجراءات التي أخذتها الفترة الأخيرة تريد موظم حكومات العالم الآن أخذت إجراءات في مسألة حظر التجول منع التجمعات المختلفة ربما سيأخذت الأمر وقت بعض الوقت إلى أن تتوقف هذه الموجة عن الزيادة على الأقل ولكن لا يعني هذا القضاء على انتشار المرض ربما فقط تحكم في هذه الموجة لكن لن يكون هناك قضاء حقيقي على هذا المرض إلا باكتشاف مصل أو علاج نعم ليس هناك بلورة سحرية نعم ونحن نقرأ صحفنا في تقرير نشرته البي بي سي لمراسلها في نيويوك نيك بريانت ترامب يفخر ويهنئ نفسه في كل ظهور ويسيس ما لا يجوز تسييسه فالوباء لا يواجه بشعار أبقوا أمريكا عظيمة هذا بجانب عدوانيته إذا ذلك المراسل الذي سأل سؤالا عاديا وصغاره وتفاهته يتكلم المراسل عن ترامب في السخرية من خصمه مترومني من الجمهوريين الذي مارس العزلة الذاتية وموقفه غير الإنساني من تلك السفينة التي تحمل المصابين ورفض السماح لها بالرسو كل هذا وأنصاره من حوله يصفقون له نقرأ في الفرانكفورت الرونتشاو كتب موريتس زيريف كل أزمة تفتح بابا للفرص على الدولة الآن توفير مرتب عام للجميع الفيرو شهريا مثلا فأصحاب الأعمال الخاصة والفنانون مثلا تعطلت أحوالهم نحتاج مرتبات وليس قروضا ولستة أشهر ونقرأ في استتاحية هذه الصحيفة افتتحت بعنوان الأسوأ لم يأتي بعد لقد الخفض عدد الحالات قليلا لكن هذه ليست بشرى فعملية الفحص متعثرة وليس انتشار الوباء دكتور في بريطانيا هنا توفير أجهزة القياس الآن على قدم وساق ماذا يعني هذا أن نوفر للمواطن جهازا يقيس فيه إن كان معه كرونا أو لا يعني أنا طبعا لا أعلم مدى نجاعة هذا الكشف يعني ربما أيضا يكون في إطار التسابق من أجل يعني إظهر شيء للناس أمل يعني نقطة ضوء في نهاية النفق المظلم الذي يعني نعيش فيه في العزلة الإجبارية التي نعيشها ويعني إلى أي حد سيستطيع المنتج هذا الجهاز توفيره للمواطنين ولا يقولون سيباع في الصدليات بأسعار زهيدة يعني إذا أفلحوا وإن صدقوا يعني ولكن نقيسه وليس هناك أسرة نذهب إليها إن كنا مصابين نعم فهي تلهية يعني الهيئة التأمين الصحية أو هيئة الصحية البريطانية لا تستطيع تحمل الكشف عن يعني والتحليل للناس كلها فربما هذا يعني يخفف العبء عنها ولكن ليس هناك علاج ناجع حتى الآن فأعتقد أنه يعني هذا مجرد يعني تهدئة لخواطر الناس إذا جاز التعبير وأطمئنان حالة من الحكم ربما يصير الفزع إذا ظهر أنه يعني بعض الناس كتكتشف فيه أنها مصابة أنها مصابة نعم ولأنه يعني وجود مصاب واحد في المنزل يعني أن المنزل كله من يخالطونه في المنزل جميعا يعني يجب عليهم العزلة الاختيارية لمدة 14 يوما نعم الآن سؤال شخصي تتسوقون كثيرا تحملون الأكياس الكبيرة نتسوق ولكن يعني بمسؤولية إذا جاز التعبير لم نذهب إلى كما وقف الناس في التعبير أمام المحلات باية المناديل المبللة أو الأطعيمة وكذا يعني ذهبنا بقدر معقول يعني لأنه السلع ستكون متوفرة هي فقط الموجة الأولى ستقضي على وبالفعل قضت على بعض السلع في أرفف المحلات ولكن أعتقد أنه مع الوقت ومع التراخي ومع هدوء الناس أعتقد أنه ستعود هذه السلع المختفية إلى الأرفف مرة أخرى والأمر يتطلب هدوءا يعني يعني لأنه الرعب الشديد أيضا والهلع يعني كمان يحرم آخرين ربما بعض الناس يكون في حاجة إلى سلعة ما ولا يجدها بسبب أنه الآخرين اشتروا أكثر منها اللازم يعني أكثر من ما يحتاجون يعني بتلاقي من الغريب في هذه الأزمة أوروبيا وأمريكيا ورق المراحيط المراحيط نعم كأن الغرب اكتشف كل شيء في العالم وفي القمر لكنه لم يكتشف ما نعرفه في الشرق من أننا نغسل أنفسنا بالماء نعم ف من وجهة نظر طبية نعم هل الذي يفعلونه بالورق هو الصحيح أما نفعله نحن بالماء يعني طبعا الماء له له مشاكل يعني ربما في البلل حالة البلل ولكنه أكثر تنظيفا للإنسان من الورق يعني إنسان يستطيع حتى يحتاج كثير من هذا الورق يعني حتى ينظف نفسه تنظيفا كاملا يعني فأعتقد أنه الماء أسرع في التنظيف له بعض الأعراض الجانبية إذا كان الملل بلل حالة البلل فهذه تبعنا جهب التنشيف ولكن هذا يستهلك أقل من الأوراق يعني من كمية الأوراق لا تستهلك من خلال يعني اعتماد فقط على الأوراق يعني نعم الحقيقة هذا الفيروس أرانا أشياء كثيرة اجتماعية طبية في منازل الناس في كل العالم نعم هذا ربما شيء جيد هو يعني طبعا كما هو كشف عن الهجوم الناس على السلعة ولكن أيضا كشف عن يعني هناك كثير من المبادرات الآن لمساعدة يعني حتى بعض الناس الذين كانوا يجمعون السلعة بشكل بكميات كبيرة بدأوا في بعض الأحياء كما سمعت يوزعونها على جيرانهم يعني يبحثون عن من يحتاج ويقدمون له وعن في مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الطبية التي حدث فيها يعني يعني أكثر الاحتياج إليها سواء في إيطاليا أو في بعض في كندا في بعض الدول يعني في مبادرات من خلال طبع ثلاثية الأبعاد لتوفير المستلزمات بعض المستلزمات الطبية العاجلة التي كيف الطبع ثلاثية الأبعاد يعني باستخدام طبع ثلاثية الأبعاد تستخدم تستخدم كيمويات بعض الكيمويات نعم وبيتحط التصميم بتاع الحاجة يعني بعضهم مثلا في طبيب فلسطيني كندي طبع يعني قناعة للواجه للفرق الطبية في كندا لأنه كان فيه احتياج شديد لي يعني يحمي من الرزاض أو يعني من العدوى في مجموعة شباب برضو في إيطاليا وفروا أجهزة التنفس يعني اللي هي الصمامات الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي لأنها كانت شحيحة وشحت في إيطاليا فتم توفيرها تحويل بعض قطع في أجهزة الغطس إلى يعني أجهزة للتنفس الصناعي طبعا في مبادرات كثيرة فكما أظهرت الأزمة هناك الخير والشر نعم هناك جوانب إيجابية في المسألة نقرأ في الصحف وعن تسيسي الأزمة نقرأ في العربي الجديد ما كتبه أنست هوري مدير التحرير كتب بعنوان مواسم مديح القمع معزوفات الاحتفاء بالدكتاتوريات وبالتحكم في الحريات تصم الآذان يتنقل يتنقل مديح القمع ما بين الوصف الصينية في احتواء المرض من دون أي نقد لمسؤولية حكومة بكين عن التكتم على المرض مرورا بالإعجاب المتنامي بالعدد القليل من الإصابات مسجلة في روسيا من دون القول إن ذلك ربما يعود إلى ندرة التحاليل الطبية التي تجريها السلوطات هناك الارتباك الأوروبي أوصل القارة إلى أن تكون البؤرة الأساسية للمرض جزء مما يشرح الارتباك والتأخر إخفاء الصين المعلومات الكافية عن العالم ومواصلة السماح لسياحية بزيارة بلدان العالم على الرغم من اكتشاف الوباء وهي جريمة موصوفة في العرب الجديد نقرأ أيضا ما كتبته فاطمة ياسين في ظل نقص المعلومات وضعف المعرفة بالنظريات التطورية أو عدم الإيمان بها أساسا استندت المجتمعات إلى ثقافاتها وقصصها الإثنية والدينية وكثر الكلام عن العقاب أو الابتلاء ثم أخذنا نسمع نظريات عن حرب سياسية واقتصادية تستخدم البويولوجيا مسبقة التوجيه هذه نظرات أيديولوجية سياسية في هذا الوباء الذي نشهده اقتصاديا هل تتوقع أن العالم بسرعة سيعود إلى ما كان عليه بعد الخلاص من الوباء أعتقد أن الجميع سيكون خاسر اقتصاديا بعد هذه الأزمة أعتقد أنه كما قلنا ربما تطول الأزمة إلى نهاية العالم بهذه الإجراءات الصارمة التي أخذتها جميع الحكومات أعتقد أنه هذا سيؤثر اقتصاديا بشكل كبير جدا على الدول قرأت تحليلا لأحد المحللين الاقتصاديين أنه هناك بعض الدول ستسقوطا حرا إذا جزت تأبير بعض الاقتصادات في بعض الدول ستأخذ شكل حرف القل الذي سينتهي إلى نهاية إلى قاع ما ثم يستمر فيها ولكن وهو لا يتوقع أن يحدث يعني عودة للتعاش الاقتصادي بفترة قريبة إذا جزت تأبير فأعتقد أنه الفترة المقبلة ستكون صعبة على الجميع أعتقد يعني صغار الناس والعمال المؤقتة والذين يسهل تسريحهم أعتقد بإضافة للشركات الصغيرة ويعني هناك كثير جدا ممن سيتضررون بإضافة للدول بعض الدول أعتقد أنها ستعاني معاناة شديدة مثل كانت تعاني قبل الأزمة فما بالك بما بعد الأزمة يعني إيطاليا وأسبانيا أعتقد ربما ألمانيا وكثير من الدول يعني لأنه عدد الحالات يزداد بشكل سريع جدا وتوقف الحياة أعتقد يشل الاقتصاد أو يعني يؤثر فيه بشكل سلبي بشكل كبير يعني وربق قائل يقول نخلص وبعد ذلك فل يحصل ما يحصل بالاقتصاد والمهم الخلاص في هذه المرحلة على الأقل دكتور مجدي سعيد شكرا لك شرفتني شكرا ونضي في برنامجنا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر